من العزاب عم بشوف تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فانعو يتغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني اذا طلعلك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة وطالع انها تكون راح تكون الخير لالك فيها فيها مستقبل فيها توديعي يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة فا ازا بشرة حلوة يعني ورقة حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بكتشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما فيه هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون فيه مصالحة عم بيكون فيه مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين فيه بشرة حمل ممكن تكون او فيه حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع او فيه نوع من العدل والميزان رح يكون فيها في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من صلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلص اه طفح الكيل عم ترسم العلاقة اه اللي انت اه بدك اياها في الزواج واكنه اه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف اه فيه فرح وفيه سعادة في اكتر اه من كرت للمتزوجين اذا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون فيه علاقة جدية في الطريق شوف بالنسبة للمشاعر فيه حب حقيقي من الطرف الاخر فيه اندفاع نحوك فيه اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او فيه علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك تعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بتشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون فيه نوع من السعادة فيه ربيع حواليها يعني فيه فيه بشائر فيه فيه اشياء حلوة ممكن يكون فيه سفر اما للشريك او انتو مع بعض فيه انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس اتمنشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون فيه ارتباط ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن فيه سعادة فيه فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي الطاقات وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي صرف الآخر حاسس بخيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من الأشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه نبين كتير فيه جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط أنه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعد تبناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكثر من حدا فيه سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه أنت كأنك مفهمه أنه يا علاقة جدي وارتباط يا بلى وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه أنت كاشفه يعني كاشف كل لعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذن راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون فيه أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكون أو إلهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورق ممكن آآ يصلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقول لك أنت بيقول لك اطلع من الحالة اللي أنت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي أنت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط أنك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبيحكي لك أنك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقول لك لا كون أكيد من القرارات أو من الأحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة إذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها لأنه ما عم بيسبب لك إلا أنه يدخل أشخاص سلبيين ممكن تجذب أشخاص سلبيين إذا كونت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كونت عم تستنى فيه كتير فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الأمور بالإجمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورا فشهر حلو لبرج الميزان نسبة تسعين بالمية ممكن يوصل يعني من أحلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر